في هذه الليلة أقصد في ليلة الثالث والعشرين كل ما عندك توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهم إذا لم تتوسل إذا لم يطلب الفقير من صاحب البيت شيئا فما هو ذنب صاحب البيت أحد الشباب المتدينين في يوم الأيام في الصحراء ومعه جماعة ينفرد عن هذه الجماعة ويظل عنهم يمشي يمشي على غير هدى وإذا بالسيارة تصل إلى منطق رملية وتغوص في الرمال يقول أنا أخذت أدوس على البنزين كل ما أدوس السيارة أكثر تنغرس في الرمال الوقت قريب المغرب يقول أخذت أتلفت يمن ويسر ماك وأثر ورأيت آثار أقدام الذئاب إنسان وحد في الصحراء وهناك أقدام الذئاب شوف أي حال تصيب هذا الإنسان يقول امتلكني رعب عجيب رفعت رجلي عن البنزين رعب وحش الآن يحل الظلام وتأتي الذئاب يقول فجأة توصل ذهني إلى صاحبنا وولينا والحجة علينا في هذا الوقت فناديت من أعماق قلبي يا أبا صالح أدركني يا أبا صالح أدركني يقول بمجرد ما قلت هذه الكلمة وإذا بالسيارة تنهض من الرمال وتمشي إلى الأمام يقول مشت إلى الأمام وأنا غير متوجه ما الذي يحدث مشت ومشت عدت إلى نفسي شفت أن رجلي ليست على البنزين السيارة تتحرك بقوة غيبية وبعد لحظات رأيت أصدقاءنا أنجاه الله سبحانه وتعالى ربما من موت محقق ببركة التوسل بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يا أبا صالح 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 أبا ص